ان كانت عمران تتلقى ضربات موجعة من معاول جماعة الحوتي وصالح بداية من حربها على دنان حاشد في الثامن من اغسطس 2013 ووصولا الى مدينة عمران في مارس 2014 كانت المحافظة في الوقت نفسه صلبة بوتدها الصمصام القائد البضل حميد ابن حميد القشيبي قائد اللواء 310 رجل الوفاء والعضاء وصاحب الرأي السوي الذي جنب المحافظة ويلات الصراع والدمار في شتى مراحل الصراعات السياسية غير ان اصحاب المشاريع الانقلابية كان الاكثر سيطرة على مجريات القتال من خلال المعاول الهدامة التي كترت في عمران ورغم حججها الواهية واعدارها الباضلة المبطلة استضاءت الجماعة اجتزاء المحافظة باسم رفع الظلم عنها مستخدمة انظمة التخويف والتسويف ومعتمدة على الخط الاسود وشراء الولاءات للسيطرة على المحافظة وجعلها مسرحا لتوزيع الادوار الى جميع المحافظات اليمنية كونها بوابة اليمن وهنا كان يعلم القائد الانسان ودرع شرف الاوطان بتلك المؤامرة التنيئة فحذر ونصح من لا يحب الناصحين ولان القائد شامخ والشامخات الرواسي لا تأبه لضرب المطارق على ظهرها فقد ضل وتدا للمحافظة وثابتا على قسمه العسكري ورمزا لشرف الجيش اليمني الذي يسري في دمه والذي انساب معادمه الطاهر في ميدان الشرف بشر آلة قتل عرفها اليمنيون وبطريقة وحشية ما كان للرجل ان ينالها لولا انه كان شوكة في حلق قاتليه وصخرة صموط في طريق الانقلابيين تصطدم عليها فقاعات مشاريعهم الانقلابية القائد القشيبي كان مستواه العسكري رفيعا يمتاز بالحماس ويعتز بقيمة الفرد يرفع عند منتسب الختمة العسكرية شرف الانتساب للجندية على انه لا بد لكل امة من جيش يحميها ويسط عنها اعداءها عرفه الجيش اليمني صاحب ضبط وربط متمرس في القتال مقتنع به في كل الظروف فخاض بروح قتالية حروبه ضد الحوثية من صعدة حتى عمران وواجه الموت بصدر رحب في سبيل العقيدة الراسخة والايمان الثابت والمبادئ السامية كان يعرف من يقاتل حق المعرفة لذلك اقسم ان لا يدخل الحوثي عمران الا على جثته فبر قسمه يوم العاشر من رمضان الموافق الثامن من اغسطس لعام الفين واربعة عشر حين ارتقى شهيدا الى ربه وسقدت معه عصاه التي بسقوضها نفشت في البلاد غنم الفرس تأتي الذكرى الثاني اهل عميد الشهداء واليمن في كف ذراع ايراني اراد القائد البضل يوما ان يقصلها عن الجسد حتى لا تنال من الوضن الحبيب فكانت النتائج ان وقع بدمه الطاهر كعقوبة انضباطية للجيش وهبة مهدات للوطن الحبيب وخدمة لاستعادة الروح المعنوية عند جيش يمني امسى بين فكي حياد وخيانة القائد اوقد من دمه الزكي شعلة وفاء القسم العسكري لعله يبعث في بقايا الجيش جذوة وطنية او يجدون عليها هدى اشتركوا في القناة